اياما ندخل بيوت ونلاقي مناطق استقبال والصالات من أروع ما يكون ويحزننا لما ندخل غرف النوم ونلاقيها مهملة وما نفكر فيها بالتفاصيل والدقة اللي نفكر فيها لما نصمم باج بيوتنا ليش؟ تدرون ليش؟ لأن احنا وايد نهتم الناس تشوف والناس ما تدخل غرفة النوم فمنهملها وتكون هي تحصيل حاصل ونحط الأشياء اللي باقية ونحطها بالغرفة لكن لازم غرفة النوم تتصمم بالطريقة اللي صممنا البيت كله وأهم ليش؟ لأنه هو المكان اللي نلجأ له لما ينا بنرتاح بعد يوم طويل من العمل غرفة النوم بالنسبة لي أهم غرفة هي المكان اللي نرتاح فيه هي المكان اللي ننام فيه وهو المكان اللي نصحى من النوم فيه إذا قعدت بغرفة وصحيت من النوم الصبح بغرفة مو مريحة وما هي على ذوقي مزاج اليوم كله ما رح يكون مثل اليوم اللي نقعد فيه بغرفة بجمال غرف الفنادق ليش غرفة الفندق حلوة؟ لأن الأقمشة اللي مختارينها صح ألوانها صح طريقتها صح وطريقة توزيع الأثاث صح والإضاءة مدروسة إنها تكون معمولة لغرف نوم إضاءة غرف النوم تختلف تماماً عن إضاءة أي غرفة بالبيت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر